بعد عام دراسي مليء بالجد والاجتهاد بذل من خلاله الطلبة الكثير من الجهد في التحصيل الأكاديمي تاتي الإجازة الصيفية كفرصة مهمة لهم للاستراحة والاستفادة من وقت الإجازة بطرق مختلفة فالإجازة الصيفية هي فرصة للطلاب للتخلص من ضغوط الدراسة والامتحانات خلال العام الدراسي حيث تسمح بتجديد الطاقة البدنية والعقلية من خلال القيام بأنشطة ترفيهية تساعد على إعادة الشاحن والاستعداد بحماس للعام الدراسي الجديد ومن أجل الاستغلال الأمثل لإجازة الصيفية ينصح بتخطيط جيد لها والمشاركة في برامج تدريبية أو تطوعية لاكتساب مهارات عملية تساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم وخبراتهم العلمية وتسهم في تحديد اتجاهاتهم المهنية المستقبلية كما تغطي الإجازة الصيفية للطلاب الفرصة للتواصل مع العائلة والأصدقاء وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتساعد الرحلات والأنشطة الترفيهية على تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لدى الطلاب وتسهم في تقوية الروابط العائلية وتوطيد العلاقات الأسرية وفقاً لبعض الدراسات العلمية فإن الطلابة الذين سافروا أو قضوا وقتاً مع العائلة كانوا أكثر استعداداً من الناحية النفسية للعودة للدراسة وأظهروا مستويات أعلى من الحماس والتفاعل ويمكن للطلابة الاستفادة بشكل أفضل من الإجازة الصيفية من خلال الجمع بين الراحة والأنشطة الهادفة ويفضل تشجيعهم على المشاركة في برامج تطوعية وفرص التدريب والعمل الصيفي لتطوير مهاراتهم الحياتية والعملية